بحيث أنه يحول كل الأرض إلى جنة عد فتمتلئ الأرض من حضور الله باعتباره هو أو حامل الصورة الإلهية أو زي ما بعرفه أيقونة الله الحية الحاملة لحضوره والفاعلة لما شئته في الأرض بس هذا الإنسان لو الحيوانات بسط عليه هتقول ده كائن جديد ده كائن يعلونا ده كائن أكبر مننا وواضح أنه ليه علاقة بالخالق بشكل خاص جدا وبعدين الله يقول لا ما ينفعش يبقى لوحده أصنع له معينا نظيراه والمعين ما يتخدش من طراب الأرض زي ما هو التاخد لكن القصة بتتحكي بطريقة لهوتية جميلة جدا تبينك أنه في حاجة جديدة هنا فيأخذ منه ويحضر له امرأة وبعدين هو لما يشوفها يكتب أول قصيدة في التاريخ البشر يقول هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت هذه لحم من لحمة هذه عظم من عظامة هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت حتى دعاها على اسمه هنا في الامرأ إيش وبالعبري إيش وامرأة إيشة فكأنه يقول أنا إيش هي إيشة يعني احنا الاثنين حاجة واحدة ده المنظر وحدث بقى توحده وهنا يقول الكتاب يلتصق الرجل بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدة فبقى الملك والملكة العريس والعروس هم تاج هذه الخليقة اللي هيملأوها وهيثمروا وهيكثروا وهيسودوا وينشروا فيها مجد الله عايزك بقى تسيب اليوم ده خالص وتروح ليوم تاني بس يوم طويل أوي ليه دلوقتي الفين سنة في بستان برضه بس مش بستان جنة عد لكن في بستان القيامة قام آدم الأخير يسوع المسيح وزي ما وقع سبات على آدم فنام وأخذت منه امرأة وقدمت له مات المسيح وقام وأيضا هناك عمل معجزي عجيب يعمله الروح القدس بأن يكون ويبني عروس لهذا الآدم الجديد يا عمري عمري ما ربطت دي الاتنين دول ببعض يعني سبات آدم يقارن بموت المسيح أخذ من آدم امرأته والمسيح بعمل معجزي أخذ منه الكنيسة وعشان كان المسيح لما قام عمل حاجتين في منتهى الغرابة أول حاجة قال لي مريم اذهبي قولي لإخوتي إني أصعد إلى أبي وأبيكم إله وإلهكم أول مرة كان يستخدم التعبيرات دي قال قبل كده عبيد وأحباء وأصدقاء وتلاميذ وكله لكن جنس واحد دلوقت صح أنتوا مني إذا بيقول لي إخوتي أبي وأبيكم إله وإلهكم كأنه بيقول لحم من لحمه وعظم من لحمه بالظبط كده وبعين بوليس استخدم الكلمة دي بالحرف بقى في أفاسوس 5 لأننا عظم من عظمه ولحم من لحمه أنا فرانكل يعني عن المسيح كنيسة فدي عروسته المأخوزة منه لكن كمان يسوع لما راح بقى بالليل للتلاميذ وجاء في الوسط نفخ وكأنه بيأخذنا هنا برضو إلى الخلق من أول وجديزة وقال لهم اقبلوا يلا افتتاح هذا المشروع العظيم سيأتي الأقنوم الثالث الروح القدس ويبدأ يأخذ من تراب الأرض الفاسد اللي كان ضايع ويخلق من نفس نوعية حياة المسيح ليحضر امرأة له ونمشي في الحكاية بقى يوسف لغاية سفر الرؤية لما يقول لي نفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرس الخروفي قد جاء وامرأته قد هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا لأن البز هو تبررات القدسين فالقدسين هم العروس هم الامرأة اللي يرتبط بها العريس ترجمة نانسي قنقر